لا شك بأن هذا العدوان أربك أو خلط الأوراق الأمريكية بالمستوى الأول لأنه إذا كانت أمريكا تسعى إلى إرساء هذه الهدنة وأرسلت أنسوني بلينكين إلى المنطقة من أجل التباحث مع كل الأطراف التي يمكن أن تكون داعمة لهذه الهدنة أو مؤثرة في هذه الهدنة وتقوم بهذا العدوان في جبهة يفترض بأنها جبهة إصناد لغزة هي تقوم بالمراهنة بأنه إذا ما اقتربت الهدنة في غزة فلن يكون هناك رد للتشويش على هذه الهدنة وهي في المقام الأول يعني يفترض أن تكون إنسانية من أجل الغزويين في الداخل وبالتالي هي تراهم بأنه ربما في هذا التوقيت الذي اختارته وهو توقيت متأخر بحسب المقاييس الأمريكية هو من أجل أن يكون في موعد متقارب مع الهدنة المرتقبة وبالتالي يمكن لفصائل المقاومة المتواجدة في هذه المنطقة أن لا تقوم بالرد كي لا تعطل الهدنة ولكن هذا أيضا مرهوم بقرار أوسع من فكرة الاشتباك والرد إلى ما هناك وخاصة أننا نتحدث عن جبهة محمد هي منذ العام 2014 هي جبهة اشتباك سياسي وعسكري بين دمشق وحلفائها والجيش الأمريكي وذراعه البرية قصد في هذه المنطقة وبالتالي كل الاشتباكات التي كانت تقوم في هذه الجبهة تحديدا هي تكون بضوابط حذرة وشديدة الحذر إن صح التعبير لأن الانفجار في هذه المنطقة سيكون كارثيا على كل الأطراف وبالتالي اليوم كيف سيكون الرد على هذا العدوان سواء بالسياسة أو بالعسكر أو بالميدان كيف سيؤثر على الهدنة في غزة هل ستبقى هذه الجبهة جبهة مساندة وإسناد لغزة كله مرهون لما سيكون في الأيام المقبلة وطبعا القرار سيكون على مستوى عال عسكريا وسياسيا لدماشق وحلفائها